إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب يوم القيامة وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه كان الناس ضالين فهدهم الله به وكان الناس متناحرين فألف الله بين قلوبهم به جمع الناس على كلمة سواء فوحد بين القلوب وجمع بين الصفوف فاللهم جزهي عنا خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته وأوردنا اللهم حوضة واسقنا بيده شربة هنيئة مريئة لنظمأ بعدها حتى ندخل الجنة وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أما بعد أحبتي في الله كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوى كل عام وأمتنا بخير كل عام والعالم كله في أمان واستقرار كل عام وأمتنا والعالم من حولنا في ثبات وفي حسن جوار وقد حقنت الدماء وقد صان الله الأعراض وقد حرر الله المظلومين والمسجونين وقد شفى المرضى والمصابين وقد ردى الغائبين والحيارة والتائهين اللهم أمين يا رب العالمين انتهى العيد لكن هناك عيد لم يأتي بعد فالأعيات كثيرة كل يوم يمر عليك وأنت في ضاعة الله وهو عيد اليوم لنا عيد وغدا لنا عيد وكل يوم لا نعصي لها فيه لنا عيد كل يوم تصبح في عافية أنت وأولادك وزوجتك هو عيد كل يوم تجد فيه لقمة تسد بها جوعتك أو خرقة تستر بها عورتك هو لك عيد اليوم عيد وغدا عيد وكل يوم ونحن في صحة وعافان الله من الأمراض هو عيد من بات آمنا في سربه اسمع كلام حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم من بات آمنا في سربه أنت نايم مطمئن لا خوف ولا قلق ولا اضطراب ما في حد بيبحث عنك ولا في مباحث تريد أن تقبض عليك ولا عليك حكم ولا حد بيطلبك بدين من بات آمنا في سربه أمنك الله في أسرابكم من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحزافيرها جمعت له الدنيا بحزافيرها ألم أقل لكم أن أعيادنا لا تنتهي ألم أقل لكم أن أعيادنا دائما مستمرة ما دمت في طاعة لربك تبارك وتعالى ما دمت بين أهلك وذويك وتراهم وترى الخير ما دمت حرا طليقا الخير كثير لكن ينبغي للنفس أن تشبع مر الرجل مع صاحبه فنظر إلى القصور وإلى الحدائق وإلى الأموال وإلى الخيرات الكثيرة هو فقير فقال لأخيه أين كنا نحن عندما وزعت هذه القصور إحنا كنا في إحنا مسكين يقول الأخ لأخيه عندما رأى القصور ونظر إلى الأغنياء والبيوت والعقارات يقول لأخيه أين كنا عندما اسمع بالله عليك كل واحد يسمع كلام دا الكلام دا لي وليك كل واحد قال أين كنا عندما وزعت هذه القصور فأخوه المؤمن اللي فاهم خده من إيده وقال له أنا تعالى نعطيك الإجابة خده ذهب إلى المستشفى فدخل على المرضى عمبر الكسور وعمبر الجراحات والبطنة والأمراض الخبيثة وقال له أنظر يا أخي أين كنا عندما وزعت هذه الأمراض أين كنا عندما وزعت هذه الأمراض إن كان الله لم يعطيك من القصور فالله تبارك وتعالى لم يعطيك من الأمراض فاحمد الله على كل حال الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بالإسلام نعمة كل عام أنتم بخير وعيدكم مبارك لنا أعياد لنا أعياد نبغيها ولنا أعياد نرجوها ولنا أعياد نتمناها أظن أن العيد الحقيقي يوم أن نصلي جميعا في المسجد الأقصى محررا قبل الممات أظن أن هذه غاية كل مسلم العيد الحقيقي ونحلم به منذ صغرنا أن نصلي في المسجد الأقصى محررا نسأل الله ذلك أعيادنا كثيرة يوم أن يكون الصراط خلفك هذا هو العيد عارف يعني الصراط خلفك يعني خلاص عديت العقبة ما هو الصراط هو ليه هو العقبة ما بعد الصراط إلا الجنة لأن النار تحت الصراط أسأل الله أن يحرمني وإياكم على النار عندما يكون الصراط خلفك هو العقبة فلقتحمل إيه العقبة هذا هو العيد عندما يثقل الميزان هذا هو العيد عندما تأخذ كتابك بيمينك هذا هو العيد أما العيد الأكبر يوم أن تكتح الأعيننا جميعا برؤية وجه الله الكريم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بلغني الله وإياكم جنات النعيم كانت هذه خاطرة جاءت بخلدي وأنا هنا مكان النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا ليس موضوعي ولكن ما أحببت أن أكتم مشاعر رزقنيها الله تبارك وتعالى في مكان النبي صلى الله عليه وسلم أقف اليوم لأذكر نفسي وإخواني بحجة الوداع الحجة الأولى والأخيرة لنبينا صلى الله عليه وسلم من أكثر من خمسة عشر قرن من الزمان ساعة أن اجتمع المسلمون خلفه عند بيت الله الحرام وأخذ يقول النبي كلمات اعتبرها هي الدستور وهي منهاج الأمة كان يقول كلمات تكتب بماء الذهب وتكتب بماء العين كلمات غالية سمعها الزمان والمكان وتناقلها الأصحاب وكتبها الناس وحفظها الناس جميعا يقف النبي قبل موته بأيام في منا يخطب الناس فيضع أكبر مبدأ تحتاج إليه البشرية الآن هو مبدأ المسواه البشرية تحتاج إلى المسواه في الإنسانية المسواه في العطاية المسواه في التعامل المسواه في الحب المسواه في الكره المسواه في الأحكام الناس سواسية كأسنان المشط أول من قال هذا هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لكن أن نكيل بمكاييل كثيرة كنا منذ صغرنا نقول يكيلون بمكيالين الآن مكاييل كثيرة لما تعضى منح لدول ظالمة بأكثر من 30 مليار دولار فروات أرانو فروات لتقتل الشعوب وتحاصر الأحرار وتغتصب الحريات وتنتهك المقدسات في شرع من هذا وغيرهم من الأمم يجوعون ويحاصرون سنوات عدد لا أحد يستنكر أين حقوق الإنسان أين هي من يدعون الرحمة بالحيوان أين حقوق الإنسان كإنسان الإسلام الذي أنتمي إليه وأشرف بالانتساب إليه هو أول من وضع هذه الحقوق اسمها الإنسانية أو المسوال عما بين البشرية قالها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في أخريات حياته أيها الناس بنادي بالأوم بالإنسانية كلها أيها الناس لم يقل أيها المسلمون معين الذين كانوا يسمعونهم المسلمون لكنها العالمية عالمية الدعوة يتحدث مع الجميع مبادئ الإسلام للجميع حرية الإسلام للجميع حقوق الإسلام للجميع ليست حكراً على المسلمين نحن جئنا من أجل الناس نحن جئنا بخير للناس في أيدينا مصابيح هدى للناس أليس الله الذي قال كنتم خير أمة أخرجت للناس خلالنا نفهم دينا أخرجت للناس مش لأنفسنا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد إن ربكم واحد وإن أباكم واحد لا فضل لعربي على أعجمي ولا فضل لأعجمي على عربي ولا فضل لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى مسواة عامة بين الجميع في حقوق الدنيا الناس متصونة أمام القانون الشرعي لا يفرق بين هذا وذاك لا يفرق بين جنس وجنس ده الإسلام خد بالك ما عندنا شعن عنصرية لا يفرق بين لون ولون لا يفرق بين لغة ولغة فكلهم في الإسلام سواء حتى الأعداء منهم حتى أشد الناس عداوة لك أشد واحد عداوة لك أنت تعامله بالمساواة أوليس رسولكم صلى الله عليه وسلم لما مرت به الجنازة قام واقفا قالوا إنه يهودي فتأثر النبي يعني يهودي يعني القرآن خاطب النبي أنهم أشد الناس عداوة له ما فيها مجملة مش هنعرف نجامل آيات القرآن سورة المائدة لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا مين اليهود حنلونها يعني حنحط على شوية توابل مين فهي كده اليهود والذين أشركوا أشد الناس عداوة للنبي ويه كمان ولما ييجي النبي يتعامل معهم يعملهم بالحسن وبالحق ولما يموت أحدهم يقف النبي منتصبا في جنازته صلى الله عليه وسلم شو اللي أكسبك منه يجيني واحد يسألني كتير جدا شيخ أنا معي واحد صاحب يشغل معي في الشابرايت في كوسكو شغال مش عارف وريفر فين ومات ينفع نعزيه هي أخي ينفع تعزيدي أمال يعني تشمت فيه أمال تاخد له بوكي واردة تفرح فيه طبعا تعزيه سبحان الله العظيم أنت تعيش في مجتمع له حقوق هو مرض تزره هو ما تتعزيه كما يعاملك بالحسن تعامله بأحسن بالأحسن وإذا حييتم بتحية فإيه فحيوا بإيه بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الحقوق الدنيوية شيء والأخروية شيء تاني ربنا في الأخرة بأي ولع فيه ما يولعش فيه هذا موضوع ما ليش أنا فيه أنا حقوق الدنيا قام منتصبا مع أشد الناس عداوة له لماذا؟ لأنه هو القائل لا فرق ولا فضل لعربي على أعجمي ولا أعجمي على عربي ولا أسود على أحمر ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى أو كما قال صلى الله عليه وسلم المساواة العامة الناس متسونة أمام القانون ما فيش حاجة ليا under the table الـ under the table دي مش عندنا ما فيش في الإسلام لا توجد هذه في الإسلام وأحكامه الإسلامي بالمناسبة هي لا تعضي رخصة للمسلم باستثناء غير المسلم بمعنى عندما حرم الإسلام مثلاً الخمر حرمها على المسلم وعلى غير المسلم وعلى كل الناس هي محرمة في القانون في القانون الإسلامي فلم يحل للمسلم شيئاً حرمه على غيره يعني ما عملش حاجة محابة للمسلمين مثلاً الخنزير محرم على كل الناس المسلم تسوكي ممكن يعني عدوا الحرام لا 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 الحرام يظل حراماً والحلال يظل حلالاً الحرام لا يرتبط بدين ودين والحلال كذلك حل الله البيع وحرم الربا يبقى على الجميع السارق هو جان في الشريعة الإسلامية سواء كان المسروق مسلم أو كافر يعني واحد يسأل له لا عم الشيخ لو أنا سرقت واحد مش مسلم يبقى كويس سرقت واحد مسيحي واحد يهود يبقى الزمين من الذي قال يقول لك ما هو مش مسلم لا سواء كان السارق مسلماً أو غير مسلم أو كان المسروق مسلماً أو غير مسلم فذلك في شريعتنا حرام علماء الأصول يقولوا شيء هام يقولون الأحكام في الإسلام شاملة مطاردة يعني مطاردة يعني تستوعب الجميع يعني فيش حد يطلع من ديرة الأحكام لما نقوله السارق تقطع إيده في الدولة يبقى هو كان مسلم كان مسيحي كان نصراني ما كانش عنده ملة أنت دخل القانون هو هنا لو أنت قلت على الهايوي ومشيت على تسعين والشرطي وقفك على الهايوي ويقول لك ممكن حضرتك أعرف أنت مسلم ولا مسيحي لو أنت مسلم لا خلاص المسلم مش مشكلة يعني يمشي أي سرعة إحنا هنا بنحاسب المسيحيين بس دولة مسيحية لا ده اسم قانون تخطئ تتعاقب تغنط تخط عقابك تؤجر تتثاب ما لنش علاقة بدين هذه شريعتنا يا إخوة بمعنة الإسلام عقيدة وشريعة لازم نتكلم في الكلام ده كتير لأنه مهم الإسلام عقيدة وشريعة لما يكون عندي دولة مسلمة زي ما كان عندي زمان وأسأل الله أن تعود ثانية لما يكون عندي دولة مسلمة وخلافة مسلمة يعيش تحتها المسلم والكافر واليهودي والمسيحي وغير والذي ليس له ديانة يعيشون تحت ظل الدولة المسلمة الإسلام في عقيدة وشريعة يعني كلمة عقيدة يعني قل هو الله أحد في موحد معك في الدولة يقول الله صلى السلاسة أنا أحترم خلاص قل يا أيها الكافرون نعم لكم دينكم ولي ولي دين لا يكراها في الدين الإسلام عقيدة وشريعة في العقيدة لا يكلفون بها يعني لم يمسكوش يقول لازم تقول لا إله إلا الله ولازم تصلي أربع خمس صلوات لا 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 يكلفوا بالعقيدة ولكن يطالبوا بإيه بالشريعة يعني الشريعة يعني حقوق الناس يعني المعاملات مع الناس داخل المجتمع لأن العقيدة يحاسب الله عليها في الآخرة أما الشريعة يحاسب عليها الحاكم في الدنيا بس خلصت كده فنحن في أمريكا لهم عقيدة لا يحاسبوننا عليها ولهم شريعة يجبروننا عليها لازم تمشي في اللين اليمين بريطانيا ماشي على الشمال ما تنفعش لازم يشي في اللين اليمين وانت رايح كده وفي النحاة التانية هو نظام الدولة كده مش عقبك اطلع في الإسلام يقول لا اكره في الدين في العقيدة أما الشريعة الناس متساون هذا ما فعله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وساعة خد بالك وساعة أن حاول بعض المسلمين بعض المسلمين المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيروا شيئا من هذا الدستور المحمدي غضب رسول الله غضبا شديدا كان في ناس من الصحابة عاوزين يتشطروا زي ما احنا بنحاول نتشطر كده ويلعبوا ويعمل يوتيرن ويلف على القوانين حاولوا يعملوا كده والنبي يعايش صلى الله عليه وسلم لما سرقت المرأة المخزومية فاكرين فاكرين المرأة المخزومية عارفين يعني المخزومية من قبيلة مخزوم من قبيلة مخزوم دي أكبر قبيلة في قريش اللي منها أبو جاهل يعني من أكبر ناس ومن أحسن عائلة من أحسن بيت في قريش سرقت المرأة المخزومية فلما سرقت النبي بيطبق القانون على الكل فالصحابة كلموا سيدنا أسامة بن زيد أسامة بن زيد أبوه حب النبي اسمه حب النبي كان أقرب واحد لني بحبه جدا وأسامة ابن الإبل فكان أسامة يحبه النبي كان يحب أسامة أكثر ويسميه الحب بن الحب الحب بن الحب فقالوا لي أسامة اذهب وكلم النبي في المرأة المخزومية قلوا يعني ممكن يعني عديها عديها المرة دي شو مشكلة فذهب أسامة وكلم النبي القصة كلنا حفظينها قال له يا رسول الله ما فيش داعي يعني أنك تقيم على الحد وتقطع إيدها يعني ماذا فعل النبي ما أعطأ أسامة إجابة بل ماذا فعل قال اجمع الناس عالمية ما عنديناش حاجة من تحت ما عنديش بطحة خيف منها لا اجمع الناس يصعد النبي المنبر اللهم صلي وسلم وبارك عليه يجمع الناس ويقول أيها الناس إنما هلك من كان قبلكم لا في فيروس حيدخل في جسد الأمة ينخر الأمة هو ايه أفسد أمتنا وشعوبنا اللي الموضوع ده ان احنا بنكيل بأكثر من مكيال ونحكم بأكثر من قانون أيها الناس إنما هلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإذا سرق فيهم الشريف تركوه ثم يقول كلمة كتبت في العالم كله وأيهم الله يعني أكبر يمين أيهم الله يعني وحيات ربنا يعني والله وأيهم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقضعت يدها أنا بنفسي لأقضع يدها خلاص انتهى قضي الأمر الذي فيه تستفتيان العالمية في المساواة بين الأمم المساواة المطلقة بين الراعي والرعية بين الناس بعضهم البعض أوليس عمر بن الخطار رضي الله عنه وأرضاه هو الذي عندما يريد أن يطبق قانون عمر كان خليفة مسلمين أمة لا تغرب عنها الشمس عارف يعني لا تغرب عنها الشمس مش يعني خمسين ولاية أقول لك لا تغرب عنها الشمس الشمس تشرق من ناحية وتغرب من ناحية في أمة يحكمها عمر يقف سيدنا عمر لما حب ينزل قرار أو قانون جديد للناس في حياتهم كان يجمع أهل بيته يجمع الأقارب ويقول لهم مبدأ المساواة يقول لهم إني قد قررت على الناس كذا أنا نزلت قانون جديد وأيهم الله يحلف هو ليحلف زي النبي وأيهم الله لو أني أرى واحدا منكم يفعله أضاعف له العذاب ضعفين يكلم زوجته وأولاده واصحابه أقرباءه اللي هيعمل حاجة مخلفة قانونية يضاعف له العذاب ضعفين فكانت القرابة من عمر مصيبة القرابة من الخليفة مصيبة القرابة من الرئيس مصيبة وهكذا أقام العدل أقام الحق أقام المساواة من الذي علهم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال في حجة الوداع أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى أيها الناس أي يوم هذا قالوا يوم عرفة أي بلد هذا قالوا البلد الحرام أي شهر هذا قالوا شهر زي الحجة قال فإن أموالكم كل الناس ما فيش حد ملو حلال فإن أموالكم وأعراضكم ودماءكم حرام عليكم يعني محرمة عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ما فيش حاجة اسمه ما لواحد حلال إنه ياخد أموال الناس وينمه والإم يلمه ويطالع من الذي قال هذا من الذي قال هذا علموا الناس الإسلام لم يكن اسمك الله في محمد وحمد وعبد الله ومصطفى والأسماء الإسلامية هذه لا تسيء للإسلام من حيث لا تشعر لا تسيء للإسلام خلاص أصبحت أنت صورة الإسلام لا تحدثني عن الإسلام ولكن دعني أرى الإسلام فيك أرى الإسلام يتحرك فلا تسيء للإسلام يا إخوة هناك من الناس من يريد أن يبني مجده على أنقاض الآخرين وهناك من يريد أن يبني غناه على فقر الناس وهناك من يبني عزه على زل الناس وهناك من يريد أن يبني حياته على موت الآخرين هناك من يبني حياته على موت الآخرين النبي صلى الله عليه وسلم قال دماءكم أموالكم أعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت اللهم فاشهد اسمها المساواء العامة بين الجميع متصوون أمام الله تبارك وتعالى أيها الناس اسمعوا مني تعيشوا ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا العيش في ظل الإسلام الظلم عاقبته وخيمة حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم الظلم مثقال ذرة يبعد صاحبه عن جنات النعيم يوم القيامة مثقال ذرة أي شيء يقبل إلا الظلم لأن الظلم تعدي على حقوق الله تبارك وتعالى لأن الظلم شرك يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فلا تظلم زوجك فلا تظلم ولدك فلا تظلم زوجك فلا تظلم إخوانك فلا تظلم بيت الله فلا تظلم جيرانك فلا تظلم أحدا لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي ليه لأن الله يريد المساواة الكاملة يا أخي ما فرق الله بين أحد وأحد ما رأينا هذا ما فرق الله حتى في الحقوق والواجبات بين رجل وامرأة ما فرقش عندنا بين رجل وامرأة في الحقوق الدنيوية بين مسلم وغير مسلم كل الناس كل الناس أصحاب حقوق في الدماء من قتل نفسا بغير نفس في الدماء النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص في أي دين هذا يعني هذا موجود في أي كتاب ابحسوا عنهم الإعطاء المرأة حقها والمسواة بينها وبين الرجل من الذي شرع هذا إنه الله تبرك وتعالى ورسول محمد صلى الله عليه وسلم القائل في حجة الوداع استوصوا بالنساء خيرا هذه وصية لكي يعلمك أن لها حقا والغريب تجد بعد أكثر من 15 قرن يتشدقون بحقوق المرأة عارف لماذا يتشدقون بحقوق المرأة؟ لا يجدوا شيئا نتحدثون عنه أنت عارف عندنا مسأل بلدي مش عارف أخونا حيترقيمه إزاي بس المصريين حيفهموه أقول لك ما لقاش في الورد عيب قال له يحمر الخديم مش لقي فيك عيب فمش عارف يعمل لك إيه فيجيلك من إين أقول لك حقوق المرأة المرأة؟ ما لها المرأة؟ المرأة هذه أمي فالجنة تحت قدمها والمرأة هذه زوجي فلا يكتمل ديني إلا بها والمرأة هذه بنتي فمن رزقه الله بنتا فأدبها وعلمها كانت له حجابا من إيه؟ من النار المرأة الجنة تحت قدمها أم والمرأة لا يكتمل الدين إلا بها زوجة والمرأة سببا في دخول الجنة بنتا فأي تكريم للمرأة بعد هذا؟ المرأة مش موضوعنا يلي بتكلمه عن المرأة قال الله عنها وعن الرجل عند الشيخوخة إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف خد برك من الأية بقى أنا مش هتكلم عن أف انت عارف أف ارجع كده بك شوية إما يبلغن إيه؟ عندك الكبر مش كده؟ يعني عندك الكبر دي إما يبلغن عندك في بيتك مش في الرهاب سنتر مش في دار المسنين في الدولة الإسلامية ما فيش رهاب سنتر وما فيش دار العجز والمسنين عارف ليه؟ في بيتي بيت أبوي وأمي بيعيشوا فيه وأنا عيش من خيرهم وأخدمهم وأعيش تحت أقدمهم حتى ألقى الله تبارك وتعالى بركة أمي هذا هو دا الدين الدين قال لنا هذا ما عندناش إحنا الحاجة دي في الإسلام لكن لما الدنيا استحدثت وتغيرت استحدث هذا فالقرآن يقول لك إما يبلغن عندك الكبر لما الكبر يقول لهم لازم يكونوا فين؟ عندك إحفظ دي لو ما طلعتش من الخطبة اللي أبدي تكفي ساعة أن يأتي الكبر لابد أن يكون أبوك وأمك عندك عندك وعند إخواتك إتسوكي ما رحيتش بعيد بس تحت الآيه؟ تحت السيطرة وتسيطر وتكرمهم وتخدمهم وتساعدهم الإسلام أكرم المرأة وأكرم الشيخوخة لكنهم مش عارفين ماذا يريدون من المرأة؟ يسئون ويجي واحد يسألك عم الشيخ والله طب هو هو ليه الإسلام أباح التعدد للرجل زوجات في الدنيا أربعة ولم يبيح ذلك للمرأة طب وانت مالك حضرتك مش رائق المالك انت بموضوع ده يا انت ازعلن ليه؟ وبعدين هو ليه المرأة في الجنة لها زوج واحد بس والراجل ليه مش عارف سبعين زوجة ومش سبعين يعني انت طب هم مش تكون لك النساء؟ طب أنا أقول لك إجابة يعني وبعدين ديهانة للمرأة يا أخي في الدنيا في الدنيا المرأة العفيفة الطاهرة تأبى أن يتعدد عليها الرجال مش كده؟ يعني ممكن الرجل يتزوج واحدة واثنين وثلاثة ويشتهي واحدة واثنين وثلاثة واربعة تسكي يا ربنا أباح هذا لكن المرأة العفيفة الكريمة العزيزة في بيتها وفي أهلها وفي عرضها تأبى أن تنظر إلى رجل غير زوجها وتأبى أن تسلم نفسها لرجل غير زوجها يا أخي هناك زوجات بلغت بهن العفة أنها تترك الحلال بعد زوجها هناك رأيت هذا عشرات المرات هناك زوجات عفيفات يرفضنا الحلالة بعد موت الزوج تقول لك خلاص هو واحد خلاص في الجنة إن شاء الله لماذا؟ لأن المرأة لا تقبل أحدا يتعدد عليها غير زوجها لما علم الله منها هذا كرمها ورفع من شأنها ولم يجعلها أكثر من زوج في الجنة ربنا اللي خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير إذا كان في الدنيا في نساء بترفض فكذلك الآخرة الأصل أن المرأة تقتنع برجل واحد فجعل الله نها زوجا والأصل أن الرجل قد ينظر لغير مرأته فعدد الله له في الدنيا وأباح له في الآخرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم أتئب من الذنب كمن لا ذنب له فعودوا إلى ربكم فإنه أرحم الراحمين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون وبعد في حجة الوداع أيها الإخوة الكرام وقف النبي صلى الله عليه وسلم ليلقي على مسامع الزمان والمكان آخر كلماته أيها الناس خذوا عني مناسككم فكانت هذه الحجة للاقتداء والتأسي ومشابهة النبي صلى الله عليه وسلم كان أمرا من النبي خذوا عني مناسككم وهذه رسالة مختصرة في آخر خطبتي خذوا مناسككم من رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتمونه أصلي علمنا الصلاة وعلمنا الزكاة وعلمنا الأحكام وعلمنا أن الناس جميعا كأسنان المشط أمام القانون وأمام كل شيء خذوا عني مناسككم فنأخذ مناسكنا ممن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيامنا في صلاتنا في زكاتنا في حجنا في معاملتنا مع الناس في إقامة الدولة في الحقوق في الواجبات في العقوبات في الجزاءات نأخذ ذلك كله من شريعتنا من شريعة ربنا تبارك وتعالى أما المساواة الكاملة فقد كانت واضحة جلية في حجة الوداع في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بل إن ربنا تبارك وتعالى لم يجعل هذه الكلمات مجرد كلام نظري يعني المساواة مش مجرد كلام نظري بل هي واقع عملي المسلمون يحققون المساواة في عباداتهم هو إحنا لما بنجي نصلي صلاة الجمعة محجوز الصف الأول مثلا لناس معينين في عندنا فيرست كلاس مثلا ما فيش كده ولا فيه عندنا حاجة هاي ما فيش عندنا ولا واحد يطلع لا لا اللي بيدخل فين الأول فالأول الأول فالأول لا فرق بين وزير وغفير لا فرق بين غني وبين فقير الناس متساؤون تماما حتى كان الصحابة يقولون كنا نخلعوا دنيانا مع أحزيتنا هم داخلين المسجد نخلعوا ايه نخلعوا دنيانا يعني ما تخش تصلي ما تفكرش في الدنيا انسى بقى المشاغر وانسى الهموم والتليفون لا لا سيبوا كل كلام ده وارا ظهرك واسيبوا وراك في اخوة بدخل الجمعة فتح فتح التليفون والله يفتح الفيسبوك ساعة صلاة الجمعة بيسمع الخطبة فتح الفيسبوك لا هو هو مش مش بيسجل الخطبة لاي هو 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 بتابع الفيسبوك طب ليه يا أخوي قالك الوقت طويل من عن سلي نفسي مش بتسمعني هو أنا بكلم نفسي ده أنا فكرك مبسوط ومنسجل من الخطبة وانا عمان عالي صوتي هو مش معي أصلا اه والله يقال بسلي نفسه عن الخطبة تخلص آه دي مشكلة كبيرة جدا الخطبة جزء من الصلاة صلاة الظهر أربعة لما النبي لما ربنا خلاهم اتنين اتنين بقوا صلاة واتنين مكانهم ايه الخطبة عشان كلا تسمع الخطبة وتفوكس وتبقى مركز جامد في خطبة الجمعة مهمة جدا فالناس لما كانوا بدخلوا المسجد الصحابة يقول ايه كنا نخلع دنيانا مع ايه مع احزيتنا حتة جميلة دي نخلع الدنيا مع الحزاء يبقى الدنيا عزك الله مع جازم مبرة هي دي قيمة الدنيا ما هي الدنيا اسمها بلغة الجماعة المغربة البلغة عندهم اللي هي البسها فرقلية تحت جدا البي قال الدنيا بلغة الاخرة بلغة يعني حاجة تلبسها توصلك للاخرة وخلاص ورميها بقى البلغة دي حاجة اي حاجة understand و توصلك ورميها خلاص الدنيا بلغة الاخرة كنا نخلع دنيانا مع ايه مع احزيتنا فرد عليه صاحبه وقال وزد معها اقدارنا يعني ايه نخلع دنيانا ونخلع ايه اقدارنا يعني ايه نخلع اقدارنا انا دكتور دكتور في العيادة سيب الدكتورة حطها هنا على الشلف يخش صلي في المسجد انت مش دكتور انا بروفسير انا رئيس انا شيخ لا لا الكلام ده كله برة في المسجد تدخل هنا واسجد وايه واقترب ما فيش دكتورة في المسجد ما فيش شيوخ في المسجد ما فيش اسادزة في المسجد كل الناس سواسية الاسلام يعلمك هذا فاذا خلعت دنياك مع حزائك خدي نختم بها الخطبة فاذا خلعت دنياك وضعتها مع الحزاء فاخلع معها قدرك واخلع معها مكانتك واخلع معها قوتك واخلع معها وظيفتك وادخل لبيت الله تبارك وتعالى واسجد واقترب تلاقي نفسك انسان عادي بسيط زيك زي اي حد تتواضع لله تبارك وتعالى هذه المسواة التي شرعها لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافينا واعف عنه وعلى طاعتك اعنا وفقنا اللهم لما تحب وترضى اللهم لا تجعل لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته ولا هم الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا سائلا الا اعطيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته اللهم فرج كرب المكروبين ونفذ هم المهمومين وقض الدين عن المدينين فك اسر المأسورين فك الحصار عن المحاصرين احسن خلاص المسجونين المظلومين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلي لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين قموا لصلاتكم ارحمني وارحمكم الله